بسم الله الرحمن الرحيم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في لقاء متجدد لبرنامج أيامنا الحلوة يسعدني أننا أكون معاكم في حلقة بإذن الله تكون مفيدة إن شاء الله معنا النهاردة دكتور حسام الحمامسي الحمامسي أهلاً وسهلاً دكتور حسام دكتور حسام أخصائي علاج طبيعي عزام أهلاً وسهلاً بك دكتور شرف تاني دكتور حسام المشكلة العامة دلوقتي للناس كلها أمراض ركبة وألم المفاصل وكل حاجة بيشتكي منها الإنسان بتمس الحركة أنا عايزة أعرف الخدمات اللي حضرتك بتقدمها في العيادة بتاعتك الأول دي أعرف حضرتك للمشاهدين إحنا دينا في العيادة بتلفورما كلينكس الموضوع كله نحن نعتمد للي إحنا نحاول على قد ونقدر إن إحنا نمنع موضوع العملية لازم جداً إن إحنا نهتم الموضوع اللي إحنا العلاج الطبيعي هو الخطوة اللي قبل عملية قبل ما أفكرها في عملية نازم أفكر في أن أعمل العلاج طبيعي الأول بحيث أنا مشاكل عمليات كتيرة جداً فالموضوع كله بيعتمد إن إحنا يبقى عندنا الوعي بس إمتى أنا أعيز أعمل عملية أو إمتى أعيز أعمل العلاج طبيعي الخطوة التي بقدمها إحنا بنحاول بعد إذن حضرتك هو ده بيرجع مثلاً للدكتور يعني مثلاً لو حد بيشتكي من مشكلة مثلاً في العظم عامة تانية بيرجع للدكتور هو اللي بيقرر مثلاً موضوع العملية أو ممكن يقترح إن مثلاً الأمر لا مش محتاجة عملية هلجأ للعلاج الطبيعي؟ الدكتور اللي عزم بشكل كبير جداً هو اللي بيحدد إمتى أنا أروح أعمل علاج طبيعي أو إمتى أعمل عملية بس في بعض الحالات كتير جداً اللي ممكن تخف على العلاج الطبيعي من غير عملية خالص إحنا بيجينا مثلاً حالات كتير جداً بتشتكي من ألام في الرقبة أو في الفجرات الظهر أو خشونة في الرجبة في المفاصل عامة زي الحوض أو الكتف وبيخفوا من غير ما يلجأوا العمليات تماماً ده طبعاً تحت إشراف برضو فريق طبي طبعاً حضرتك في العيادة مضبوط جداً حاجة تانية برضو بنعملها حاجة زي recovery massage أو recovery sessions بتبقى عبارة أن احنا بنعمل مساج علاجي عشان يزود النشاط تاني ويعمل refreshment للجسم يزود الدورة الدموية بنعمل برضو حاجات زي الحجامة والإبرس السؤال بعد إذن جاء دكتور حسين بالنسبة للمساج هل يستدعي الموضوع أنه مثلاً لازم يكون حد عنده مشكلة أو بيعاني مشكلة معينة عشان يعمل موضوع المساج دو ولا ممكن يتعامل كنوع من أنواع العلاج البدني اللي هو البسيط يعني لا مش لازم يكون مريض ومش لازم يكون بيحس بمشكلة بس في بعض الناس من فتحة للتانية مثلاً كل شهر أو شهرين أو ثلاثة بيجوا يعملوا recovery massage بيقل الجسم كله للعلاجات شين يفوك شوية شد اللي فيها والتيبس اللي فيها بنعمل مثلاً حاجة زي ما قد حالك كده الإبر الصيني ديت بتساج جداً للعلاجات تفوك دي الخدمات اللي حضرتك بتقدمها في العيادة آه موجودة أننا قادي في العيادة تحت الإشرافنا وتحت الإشراف طبي وبتبقى بطريقة معقمة وأمينة بيادة عن ممكن حد يعملها في البيت بطريقة مش أمينة أو مش طريقة صحيحة آه أوكي طيب ده حضرتك يعني الإسلوب المتبع حديث اللي هو موضوع حضرتك ونت قلت موضوع الوغز الجاف بالإبر ممكن حالك تديني فكرة عنه آه الفكرة أنه بتبقى الإبر الصيني أو الوغز بالإبر الجافة آه بتبقى إبر رفيع جداً ممكن تكاد لا تكون تحس بيها بندخلها في points معينة أو نقط معينة في العضلات آه بيكون هي دي أكتر point فيها آه الشد أو اسمها trigger point يعني بيكون العضل نفسها إنت أستخدمها يعني إيه الحالة لتستدعي استخدام من موضوع الإبر دولي مثلاً إحنا نستلم كتير جداً مثلاً كمثال بسيط جداً واحد بقى له فطرة بيعاني مثلاً من ألم في الرقبة وحركته في الرقبة بقيت محدودة جداً أو بيحس وهو نايم فيه ألم فيها أو صدعه في دماغه من وراء بيبتدي نعمل الإبر ديت في مراطق معينة في الرقبة وفي العضلات بتاعتها بحيس أنها تفك شوية الألم والشد العضلات بتاعة العضلات فبتدي يرجع تاني الحركة بتاعته مدى الحركة بتاع الرقبة تاني يرجع للوضع الطبيعي بتاعها يعني هي أنا قصدي أني مثلاً أنا الدكتور هو اللي بيحدد إذا كان مثلاً أن أنا هستخدم الإبر أو هستخدم طريقة تانية ولا دي طريقة مبسطة يعني للحاجات الخفيفة مثلاً لا ما دي دي بترجع دكتور راجل طبيعي يعني إحنا عندنا مثلاً في بروفيرما كلينيكس إحنا بنعتمد جداً على موضوع التشخيص يعني التشخيص ده هو نص صحة العلاج يعني لو شخصنا صح بتناعرف أصل المشكلة وعلى أساسها بتدي نحط البروتوكول أو البروجرام اللي هينفع لعيان ده يعني مش كل عيان زي التاني ومش كل حد ينفع مثلاً نعمله إبر وممكن حد تاني ما ينفعش هكذا فكل لازم نحن نفصل البروجرام على كل عيان يعني يا دكتور المريض بيجي لحضرتك بعد ما بيكون راح لدكتور العظام ولا ممكن يتعامل معك مباشرة؟ في بعض الحالات ممكن يتعامل معهم بباشرة وفي بعض الحالات التانية لازم الدكتور هو اللي يحاوله في مثلاً الناس اللي هي زي الرياضيين أو ناس كبار في السن بيبقى هو قريدي عمل لعلك طبيعي قبل كده كذا مرة فبقى خاص معتاد على الموضوع أو بقى عارف تقريباً هو سيشنز متكمته ومتكمته ممكن بعملها من فترة التانية مثلاً كل سنة في بعض الحالات تسان كل سنة يقولك لأ أنا عايز أعمل عضاهي تانية عشان أفضل المحافظ عليه يكون كويس وفي حالات تانية لأ هو بيكونش عارف وبيكون راح يكشف عن الدكتور فالدكتور هزام والله بيقوله أنا حممكن نجرب الأول الميثود يعني الطريقة ديات اللي هو أدوية عليك طبيعي ما أنا جاحتش بنلجأ العملية فبشكل رئيسي ساعت الدكتور العظامي اللي بيحدد أو اللي ممكن هو العيان يجي لنا أعطوم من الناس العيان اللي بيجي لحضرتك على طول الحجامة طبعا هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بس مؤخرا ببتدت بلاد بر أو الغار بيستغنمها حتى بنت في أولمبياد ريدي جونيرو في 2016 تقريبا كان فيه مايكل فليبس وكذا حد كان ظهر على ظهرهم أماكن الحجامة بس هما بقرأ بعملوها دراي كوبينج أو اللي هي الحجامة الجافة ما بقاش فيها تشريط أو ما فيش فيها دم هو بيحط بس الكابس أو كوبايات بلاستيك وتسحب بنابل سحب الهواء وبتفضل لـ 10-15 دقيقة أو 20 دقيقة أو أقصى حاجة في مكانها بحيث أنها تجمع الدم تحتيها امتى بحتاج لها يا دكتور؟ لأن أنا شايف أن في بعض الناس في حاجتين الحاجة الأولانية أن بعض الناس بيتعاملوا مع أشخاص عاديين يعني مش تابع مركز طبي مثلا أو تابع عيادة مثلا علاج طبيعي ويعملوا لهم الحجامة دي فأول حاجة هل الموضوع وارد أن يتعمل من أي حد ولا لازم يكون حد متقصص هو اللي يعمل الموضوع ده هو الفكرة كلها يجب أن يكون حد متقصص بالذات لو حجامة اللي هلوة أو اللي بيظهر بيطلع فيها دم لأنه يجب أن يكون الأدوات معكمة بمشاريع جراحية والكوبات تكون معكمة معروف مصدرها عشان تبقى آمنة وعلى العيان نفسه بالذاتة طبعا اليومين دول فيه كورونا وفيه أمرات كتيرة جدا فلما بتتعمل برضا ممكن بيظهر أمواع سعادية أو حاجات ممكن تدور العيان أكتر ما هاتفيته بالظبط كده فطبعا الأفضل بكتير نوعية تعمل في مراكز متخصصة برضو البوينت نفسها اللي في الجسم اللي بيعمل حواليها الحجامة لازم تكون حد متخصص هو اللي عرفها مش في أي مكان في الجسم مخالص أكيد إمتى أحتاج لها؟ لأن هي دي يعني انتشرت في الفترة الأخيرة جدا على النطاق وعسي حزيزي محضر بتقول حتى كمان برة بدأوا يلجأوا لها إمتى أقول إن الإنسان دول ممكن يحتاج حجامة؟ وهل الإنسان اللي بيعاني من المشكلة ولا ممكن تتعمل بطريقة دورية مثلا لا أنا أفضل دائما أنها تتعمل بطريقة دورية يعني كل تشهر أو كل شهرين بحيث إنها لو منتكلم على الويت فهي اللي بتطلع دم فهي بتطلع الدم الفاسل من الجسم وبتنشط الدورة الدموية وبتجدد خلايا الدم فبتبقى أفضل كتير جدا كمان لكبار السن اللي هم مثلا الناس اللي عادت الخمسين أو ستين سنة بتبقى أفضل بكتير بيكون دورة الدم أسرى على طول بدلا ما بيكون الخلايا الدم الجديد اللي بتزهر بتطلع في وقت متأخر لا بتبقى الموضوع أحسن بكتير جدا بالنسبة للحجامة الجافة أو اللي هي الضيكابينج يعني بتبقى أفضل الرياضيين بحيث إنه هو على طول مجددا نشاط الدم داخل العضلات ومحافظة أن العضلاته تكون دايما في أحسن حاله وبأفضل أداء يعني طيب هل النساء بيستخدموا الحجامة؟ يعني هل مفيدة للنساء؟ في إيه بقى؟ مفيدة بذات مثلا لو الفترات اللي هي ما بعد الرضاعة وبعد الحمل يحتاج أنها تجدد دورة دمها باستمرار ألام الضهر بذات بتزهر بعد الحمل لاني فقط الحمل كلها شغيلة وزنة في جسمك كبير طبعا فيه ألام في الضهر جدا وألام رأبة بذات للستات فهي مفيدة جدا في الموضوع دا طيب هنوصل الكلام تاني نستقبل أول تليفون دكتور جومانا أهلا وسهلا أهلا وسهلا صباح الخير صباح النوري دكتور إزاي حيك يا دكتور حسيم تمامي الحمد لله الحمد لله رب العالمي الحقيقة أنا كنت عايزة من أول أقول شهادة الدكتور أنا كنت بعيني من ألام في فقرات دهري وعملت مع الدكتور حوالي 8 جلسات والحمد لله دهري تحسن كتير لأن أنا شغلي معظمه على يعني كرسي فطبعا ببقى مطيه كتير يعني تاني حاجة عايزة يعني أقول الدكتور عليها أو أسأل الدكتور فيها حقيقة أنا جدتي من فترة اتكسرت وكانت تسرف الكتف الينين من فوق وبالدراع يعني نازل لتحت المفصل بتاع الشولدر من فوق والدراع الله سلام عليها الله سلامك الله يسلمك الله يسلمك يا رب فكنت عايزة أعرف من دكتور حسيم هو المفروض دلوقتي يعني يعني هل العلاج الطبيعي هيحسن معايا في السن ده ولا لا هي طبعا ستة كبيرة بتعني من أمراض مزمنة السكر والضغط وشوية طبعا حشاشة عظامة عالية ألف سلام عليها دكتور جومانة ودكتور حسيم إن شاء الله هيجاوب على الأسئلة بتاع حضرتك ماذا يا دكتور جومانة؟ دكتور حسيم كبار السن كبار السن دي مشكلة جدا أولا عايزة أقول بس يعني نصيحة مهمة جدا نفود الناس في السن اللي هو الكبير نفود إحنا نتجنب على قد نقدر الوقوع الوقوع في السن ده بتبقى دايما بتصحيبها قصور فبتبقى مشكلة جدا كبيرة بذات لو إن إحنا صعب نعمل عملية طبعا هي في حاجة جدتها المفروض طبعا يفضل إنها يعني تعمل عملية طبعا ده بعد نزع على الأشياء أو كده يعني لازم دكتور عزام متخصص يبص عليها قبل ما بنبدأ ناخد طريق العلاج الطبيعي بالزبط كده بس في بعض الحالات ساعدة كثرة العزام بتقولك إن السن مثلا ده كبير جدا وعندها أمور كتير فمشان في نعمل عملية ساعتها بنلجأ للعلاج الطبيعي بس طبعا ما بنرجعش للفول فانكشن بتاع الدراع بس العلاج بنلجأ نحن 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 تعرف تعيش حياتها بشكل طبيعي وشكل سليم يعني 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 العلاج الطبيعي هو طبعا ما بيحل بالنسبة الكبار السن بالزاد ما بيحلش المشكلة تماما بس بيخفف وبيتجنب موضوع العملية ممكن لو ما عميتش هتخش رقف موضوع تيبوس ويبقى كتفه يبقى فيه صعب الحركة وكده فبنلجأ ساعدة العلاجة طبيعا إحنا نحاول نلجأ الحركة زي ما كانت على قد ونقدر ده في حالة اللي لو ما عميتش عملية حيات نعمة عملية لأ يعني بإذن الله بترجع زي الأول دايما عندنا هدف أن يعني أي حد عنده إصابة ويعمل لك طبيعي لازم يرجع يعيش حياة طبيعية زي ما كان قبل الإصابة مش مش يتعيش مع الألم وبس طب فيه أحيانا بعد العملية الدكتور مثلا المعالي أو طبيب العمل العملية أو دكتور عظام بينصح بالعلاج الطبيعي ولا بنكتفي بالعملية أو خلاص يعني يرجع تاني لكوة عضاليته قبل العملية ويرجع للفنكشن كلها كاملة دراعه بالمدى الحركة كله كامل يعني على سبيل المثال مثلا فيه دكت جراحة قلب ممكن يقول ملهاش علاك طبيعة عارية بس بيحصل أن بعد فترة الجرح المعمول بيقص على حركة الكتف يعني بيبقى عامل الجرح نفسه عامل شد في الكتف بيحصل تابوس فيتلاقي مثلا الحركة بقيت مش جاية مدى كامل فدي من ضمن الأمثلة بقيت الإجراءات بتاعت اللي عملية طيب نستقبل مكلمة أم أحمد أهلا وسهلا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي أنا بس ممكن أسأل الدكتور على أقول حاجة حبيثة آه طبعا معنا دكتور حسام اتفضلي تسألي أهلا وسهلا دكتوريك يا دكتور أهلا بيك وقلنا حضرتك نعمل رابط الصليلي تعريج لمقطوع وأظروف مقطوع حال دي محتاج إني لازم علاق طبيعي ينفع معاه ولا لازم عملية بردك طيب تعاليك السن قد إيه تقريبا أنا سن حوال تسعة وتلاتين كده تمام طب أنت عملت العملية لا أنا ما عملتهاش بس هي أنا بحاول أمشي بقى يعني بس برحها يعني بس يعني يعني في ساعات لما بمشي بضغط على جمال ده وصل لها ممكن أن يعني يعني كده يعني كده يعني طب أنت وزنك مليان شوية ولا جسمك مناسب أنا طويلة بس نعوي عندي حوالي جي شرين كده زيادة تمام شكراً محمد لاتصالك دكتور حسام هي رد عليك أنا شايفة أن معظم مشاكلنا خاصة بمنطقة الركبة والغضروف الكلام ده كل مش عارفة هل إحنا كمصريين ولا العرب ولا إيه ليه المشكلة دي أساسية عنه لسببين شوية أولاً إن إحنا معظمنا وزننا مليان شوية دايماً على الطبيعي فده بيزاود حملة جداً على الرجبة تاني حاجة عددنا كلها غلط يعني بالذات في المصريين حيثة اللي هم يربعوا رجليهم ده وضع كاريسي يعني على الأربطة وعلى الغضروف حيث كتير جداً ده زيد طبعاً غير طبعاً إن الحاجات دي زادة عن الستات لإن الستات بيقى في الحمل وكده بيتشيل حملة إضافية بيتشيل حملة إضافية وبيتتخل من عظمها للبيبي والحاجات دي كلها تدامي بيبقى هم أكثر روضة للحشاشة شابتة العظام والأربطة عندهم هم ليونة شوية في الأربطة غيرها عننا بالنسبة للحياة سؤالها طبعاً هو يفضل تامي العملية طبعاً قطع كامل في الغضروف وفي الهضوط الصريبي طبعاً رقم واحد لزم عملية في حيث أنه هو صعب بالنسبة للتامي العملية للظروف كتيرة جداً فهي تنزف الوزن وأنها تامي العملية طبيعي لفترات طويلة وتتجنب بقى الحركة الزايدة أنها تتمشى كتير أو تطلع سلم عالي بتبقى دي كلها طبعاً حاجات وبرضو يا دكتور قبل ما تاخد القرار يعني لو هي تروح لدكتور عظام الأول لازم طبعاً موضوع العملية مش متأسر تبدأ تلجأ للمتخصص في موضوع العلاج الطبيعي طبعاً بعد فترة تجيب الطبيعي هتفضل بتامي التمارين في بيتها لازم على طب شكل دوري السؤال بقى يعني التمارين بتاستدعي إن أنا لازم أكون متواجدة في العيادة عشان أستخدم أجهزة معينة ولا في حاجات حضاك بتنصح بيها المريض يعملها في بيته لأ بيبقى أول فترة اللي هي مثلاً فترة الأول شهرين مثلاً بعد الإصابة بيبقى محتاجين أني أكون في العيادة عشان نستدم معها أجهزة مختلفة بس بقى كم نسيب لها مثلاً هوم بروجرام أو بروتوكول بتمشي عليه في البيت واتبعك واتبع يعني بقى كل فترة كل شهر مرة هكذا أو لو ظهر ألم بيبقى طبعاً أحسب كتيرنا تتابع بقى في البيت بقى مدى الحياة بقى على طول على التمارين داية طيب هنوصل كلامنا مع حددك بس نستقبل تليفون هالة أهلاً وسهلاً يا هالة أهلاً بحضرتك أنا مبسوطة أن أنا بكلم دكتور حتام أهلاً وسهلاً دكتور حتام أنا مدى هالة طادق مش عارفة باعت تفكرني لسه ولا أعتقد حضرتك تتعمل لي علاج طبيعي بعد العملية أهلاً معك كمشاريحة وخمس مصامير أهلاً معك ألف سلام عليك ألف سلام عليك والحمد لله يعني أنا كنت زي الفل ومشي كويس جداً طبعاً بفضل ربنا ثم بفضلك بالعلاج الطبيعي يعني بس أنا مبارح وقعت على رجلي أنا بالليل فأنا مش عارفة وهي واجعيني نفس الرجل بتاعت العملية؟ عفندون؟ نفس الرجل بتاعت العملية؟ نفس الرجل بتاعت العملية طيب وقعت عليها وجات تحتية شوية طيب فيه زهر ده كان مبارح مظبوط؟ نعم مبارح بالليل متأخر زهر النهاردة أي ورم أو كدمة أو أي حاجة؟ لا بس هي فيها قلم مكان العملية عند الرجبة في المصطل فيه ألم تمام طيب مرسي مادم هالة دكتور حسام هيرد على حضرتك دكتور حسام طبعاً هو بيبقى إحنا بنخاف جداً من الوقوع لما كان يكون فيه عملية وشريح بسبب أنها ممكن الشريحة تتخرك أو يحصل شرخح وعين المصامير أو أي حاجة في العض بس بنسبة كبيرة جداً بيبقى الموضوع ده بيبقى بالأشعة ولو طبعاً حصل بقى عوارض أو زواهر على الجلد زي مثلاً كدمة أو وضم كبير جداً أو الحاجات دي ده اللي بيخالي ممكن نلجأ إحنا نعمل أشعة عشان نطمن أكتر يعني يستدعي الموضوع هي دلوقتي وقعت مثلاً بروح بالليل ساعات إحنا نتهاون شوية ونقول دي خطة بسيطة بكرة عادتاً بنستنى أول 24 ساعة آه يعني فهل يستدعي الموضوع خصوصاً إن هي عاملة عملية يستدعي الموضوع إن هي تعمل أشعة سريعاً ولا حدثك تنصحها بإيه لا عادتاً بنستنى أول 24 ساعة نشوف لو فيه ورم كبير جداً أو لو فيه جدمة أو لو فيه صوت غريب في الرجل أو مع الدوس فيه ألم بيظهر في حيطة معينة بيترائب نفسها يعني بالضبط كده ونشوف بلها نقرر إحنا نعمل أشعة ولأ بحيث إن إحنا نطمن أكتر يعني طيب إن شاء الله خير يعني يا لب إن شاء الله معنا تليفون أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً يا فندم مادام ريهام أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرتك معنا دكتور حسام معنا دكتور حسام تتفضك كان دكتور حسام أهلاً 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 يا دكتور حسام أهلاً أهلاً أي طيب يا فندم gift مادرش أتحرك قوياً أي طيب أنا بعد فترة فمش عالاً أقل參 activision أي طيب ومثي جدا يا دكتور مرثي مام هايم ريهام ناقس دكتور حسام البعض مننا زي ما حداك قلت متشوية أعدته غلط وأحياناً كمان النومة بتبقى غلط وخصوصاً مثلاً ولادنا لما نلاقيهم مثلاً قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون قاعدين على غلط أو مسكين الموبايل أو النومة نفسها اللي بيناموها بتبقى غريبة شوية فمدام غيهام ترد عليها تقولها إيه؟ طبعاً احنا أول حاجة ألف سلام عليها بس أول حاجة هنفضل لازم ناخد بالنا من شكل ما تبالح من نام عليه طريقة نومنا فيه طبعاً مش بكامعة ستاتة بس فيه مثلاً بعض الوقت بتلاقيها مثلاً نايم دماغه مثلاً من البهر والمقدة هم بناموها كانوا هم قاعدين يعني أي أن كان الوضع اللي هم بفيه ومسلاً بعضهم مسكاتنا يعني مثلاً ناس كتير تبقى على السرير مسكة الموبايل وأعدة مضطية عليه أو نايمة على كتفها ونايمة بالجنب ومسكة الموبايل كله ده طبعاً بيقص على الكتف وعلى رأبة وحلاك كتير جداً بس هي بالنسبة لها فيه حاجة كتير جداً في الضعر بتسبب حاجات زي كده زي مثلاً فيه مثلاً خشونا بين الفقرات العمود الفقري أو أن يكون فيه حاجة محدش بياخد باله منها كتير فيه مفصل اسمه العوجز الحركوفي أو الساكر إلياك جوين ده اللي هو بيضغط ما بين العمود الفقري والحوط مفصل ده صغير مهمة لشوية في التشخيص الساعات بس هو مهم جداً في الحركة بذات أنه هو بيحصل له الصبح تأبس في المدرس حمل نوم ده الطبيعي يعني عند الناس كلها ولا نتيجة نوم غلط لم يحصلوا التأب بسبب حركة كتير والعضات الضعر ضعيفة مش قد تكمبنسيت الحركة أو أنها تأدي حركتها بشكل طبيعي فبتدي يحصل حمل على المفصلين ده هم مفصلين اللي هو الأمود الفقري هو أنازل والحوط ده هو بيمسك كل مفصل في الحوط هو اللي بيحرك حركتنا في التوطية والقوم والكامل ده كله فلما بيحصل عليهم حمل زيادة أكتر زي وزي أي مفصل بيبتدي يلتهي بعد كده يخش في نحط الخشونة فبيبتدي بقى من أعراضه أنه يحصل تأبس في الصباح أو من صحيح من النوم ويبتدي تبقى حركة الحوط تقيلة جداً حسين أنت شايلة وزن فوق وزنك فبتنصحها بإيه مثلاً يعني وخصوصاً في الحالة اللي هي عندها يعني طبعاً الكشف طبعاً مهم جداً والأشياء عشان بيتها نتحدد بس بشكل عام إنها تخفز على تدفية المنطقة بتاعة أسفل الظهر إنها تحاول تعمل التدفية إزاي؟ تدفيها تدفي المنطقة دي في البيت باستخدامات يا راية إزاي؟ يعني حاجات بسيطة جداً كمادات دفية زي مثلاً فوتة مثلاً مبلولة مية دفية أو الإربة الدفية اللي بتتبع في أي مكان بتتميلي مية تكون دفية مستخنة ومستخعة وتتخطى على مكان أسفل الظهر بحيث إنها تحافظ على الدورة الدموية ناحية في المنطقة دي إنت عايز تجمع الدم في الحتة دي بوجود حاجة دفية تسرع من تجريت الدورة الدموية يعني هي ببساطة كده تبدأ تستخدم الموضوع ده أنها تدفي المنطقة دي ولو الموضوع لقيت فيه حاجة مش طبيعية مثلاً أو زيادة تلجأ للدكتور وطبعاً الحركة العنيفة الصبح أو ما تسح النوم دي طبعاً ما يقومش الواحد فجأة تقوم وتقوم 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 وتأخذ نفسها وبعدها تقوم تتابع يومها بشكل طبيعي طيب معانا أستاذ علي أهلاً وسعلاً أستاذ علي أهلاً بيكو بالدكتور وبرنامج جميلة كنت عاد أسهل بنسبة للوالدة لو شوفت أهلاً وسعلاً تفضل الحمد لله بنسبة هي كانت عاجعة أبنية تغير مصر الوالدة وبلغت سرعة الترسيب عالية جداً وروحنا للدكاتور العظام وروحنا للدكاتور العظام وبرضو ما فيش حد جرسانة واخدنا علاجات كثيرة بسرعة الترسيب وهي دلوك آآآآآآآآآآآآآ وبرضو ما نزلش وهي دلو قريد لها يعني مورم من تحت ومنقفخه ومنونة اكبرشة مش كثير ولا أي حاجة آآآآآ هي عملت عملية هي عملت عملية في الرقبة؟ لما عملتش عشان سورة التلسيب عالية فالدكتور قال لا ما ينفعش لو تعملت المفصل ممكن يفوق يعني هي عندها مشكلة في الرقبة ومش قادرين نعمل عملية المفصل نستاكل خالص المفصل نستاكل عشان سورة التلسيب عالية ده أشعة عملتوها يا أستاذ علي عملنا أشعة والتحليل كاملة بس التحليل كيتغلي جدا يعني وجادتان لسورة التلسيب الدكتور قال لا بدرش عمل العملية عشان ممكن مفصل يفصل بعد كده تاني ومن ثم شيء خدنا علاجات كثيرة عشان نتنزل سورة التلسيب ومسكنات عشان تقدر تمشي برضو ما قادراش تمشي زي الأول ومشيتها يعني بحس بتاعها شوية وورفت رجليها وحارفتها من جانب يعني بحس كدنا نارت كاعدة هي كبيرة في السن ولا عمضها متوسط يعني تحتين ستين تمام في رجليها الاتن ولا يجلوا حتى بس الوضم لا بذات الرجل السمالي اللي فيها المفصل تمام بس رجليها اللي مين برضو فيها وضم ألف سلام عليها يا أستاذ علي ألف سلام عليها دكتور حسام دكتور حسام هيرد على حضرتك وشكرا يا أستاذ علي طيب هو السؤال ده طبعا بس هو السؤال إن هي عندها مفصل متأكل في الرجبة ومش قادرة تروح تعمل عملية دكتور قال إن هي مش هينفع تعمل عملية علشان المفصل عشان عندها سرعة ترسيب عليها في عجالك ده حضرتك تقدر تنصحها بإيه؟ طبعا هو بشكل تستحمل جزء من الألم مثلا في علاق طبيعي يعني تاخد مسكنات؟ طبعا كنت بمسكنات غلط والفكرة أصلا إن جسمنا بدي الألم ده عشان ينبهنا إن في حاجة غلط فلازم نتصرف تجاهها يعني بس في حالتها إن إحنا صورة ترسيب دي طبعا لازم دكتور هو اللي حدد الموضوع يعني أنا مقداش طبعا حدوده كده صح 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 بس على قد رضا ممكن أنها تعمل تمين تأوي عضوات الأمامية بتاعة الرجل بحيث أنها تخفف شوية الحمل على الرجبة وتبتدي تعمل حاجة كومبريشن على الرجبة نفسها زي رباط ضاغط أو الرجبة بتتلبس عشان توزى برضو الحمل مع الرجبة لحد ما تلاقي السببه إن شاء الله خير يعني ربنا يشينها طيب دكتور حسام سريعا كده إيه أهم النصايح اللي تنصح علينا جميعا كبار صغيرين نساء رجال أطفال لتجنب الإصابات وخصوصا الإصابات اللي هي إصابات الرجبة اللي متشرة جدا طيب إحنا مبدئين فيه طبعا جملة معتدة جدا بس هي مهمة برضو شرب الميا شرب الميا مهم جدا بيمنع الإصابات في العضلات أو في الأربطة إنها بيحفظ عطل طيبها وبيحفظ إنها تكون مش جفة إن لم يكون حاجة جفة بتتكسر بسهولة أو بتتطع بسهولة الحاجة التانية طبعا فيه ستات كتير جدا في البيت بيعانوا المشاكل في إيديهم زي الصباع الكبير أو الرست ده بسبب إن هما مثلا بيفتحوا بالطمارات كتير بيمسكوا حاجات ناشفة بيقرصوا عليها بيخسلوا إطباء أو بيخسلوا هدوم ما تجيش على نفسك بزرس جدا دكتور أل ما تجيش على نفسك بيحصل إلتعابات في الصباع الكبير هنا أو في الرست ويبقاش عافين هو إيه السبب وبتعرض برضو تلف كتير فده بسبب كبير جدا من المشكلات برضو حاجة تانية زي الأدات اللي هي بتبقى مربعين رجبتنا أو وضع التشاهد في الستات بتتعرض وضع التشاهد ده في الوضع العادي مش في الصلاة ويوضع فترات طويلة ده برضو مؤذي جدا للرجبة برضو في الجلب يحطوا المحفظة في الجبر واني في البولنطانون دي كارسة ده مصر كلها بتعمل كتابة ما كانش المحفظة يبقى الموبايل عموما دكتور حسام أنا حضرتك شرفتني واني واضح أن الناس محتاجة أن يكون فيه أكتر من اللقاء إن شاء الله دكتور حسام الحمامسي شرفتني في اللقاء النهاردة وبإذن الله بالتوفيق إن شاء الله في العيادات بتاعت حضرتك ونشوفك تاني على خير عزاء المشاهدين خلصت فقرتنا مع دكتور حسام واستنونا في الفقرة اللي جاية إن شاء الله بعد الفاصل